بس الشغلات اللي تخينا صير عصبية شغلات مو بس تخصني إليه العامة يعني تخص غيري وغيري أحس يعني صوتها ممكن ما يوصل ممكن أحشب مكانها بس هذا الشي يمكن بعدين قمت لا يعني ما أعمل الموضوع لأنه مو بس أنا أحشي هو أحشي عن بدل شخص ساكت ما يصير بس أعلق على الأمور اللي أنا أشوفها ما أتقبلها يعني على نفسي أنت تحس أنه يعني الحياة عمومة تحتاج لنا نتعامل وياها بهدوء لو نتعامل بعصبية ونجيب حقنا من خل السبع يعني الحياة سهلة بس إحنا سياقاتنا كبلة متعبة البشرية أنت ليش شايلها على قلبك كل شيء شايلها على قلبي لأنه بدل ما حصلت سبع موظفين روحوا شباش رقم واحد روح شباش رقم اثنين شو هو موظف واحد يختصرها هنه تواقع هنه تهاميش كلهم بثلاث ثواني فمثلا يعني من الشغلات تريد خينا صر عصبي يعني ما مستحيل أنا قاعد بديت وصير عصبي تطلع بالشارع تشوف مثلا ازدحام وتشوف أكو شغلات حلولها سهلة أوكي الازدحام بله حلها صعب أكو أمور صعبة عندنا بالحياة حلولها سهلة ولحد الآن محد متحرك عليها هتنقهر زينا هاي التركيز وهاي الأمور وبالقضايا مالدول لما خلتك تصير عندك هاي حب أحب بلدي وأركز بس أكو ناس هوايا مكبرى راسها فأنت ما دام هي شي وعندك بعض الحلول فكرت أنه مثلا يكون لك دور سياسي معين بيوم من الأيام من إذا أكو تجي حكومة إذا استراتيجية صحيحة وأكو سياقات بعيدا عن الشخصيات والتكوينات يعني أكو سياق يجي ساري يمشي على نفس السياق يجي علي يمشي أكو سياق حكومة سياق دولة لا تنشاء الله ليش نعم بالسياق الحالي ومستحيل بس لا بل هاي الطرق كل حزب يجي يريد يسوي وإحنا ننتظر خلصت الأربعة سنين يجي قال وهذا يلا وننتظر وحي صار عشرين سنة فوق العشرين سنة صح أكثر قلت لك أنا هالحكومة محكم عليها بعد بعد فدع عشرين سنة أحس أحس أحسن زين